تمام؟ تمام أنا بأتكلم هنا عن نادي الأهلي رجل محتكل كل حاجة في أفريقيا النادي الأهلي كبير تقرأ بمسافة المفروض بعيدة عن كل المنفسين عن مستوى الأركاب 100% فالأهلي لما يخسر 5 وهو النادي الأهلي الكبير أو ده اللي بعيد به بطولاته 10 بطولات في أفريقيا أرى بأحد ليه 5 بطولات لما يبقى بعيد أو كده ويخسر بالنتيجة كبيرة كده مش مفهومة لكن لما تكلم في فرقتين نفسه القوة وفرق النهاردة ما كيتش فيه ما هتخسر خمسة ممكن تعدي ممكن تعدي لك أنا بس إحنا ليه زعين على الأهلي عشان ده الأهلي ماشي حلو قوي هرد عليك برضو ردي سهل جدا جدا ومنطقة جدا صد كل حضراتك قلته ده يا كابتن كريم ده في التاريخ يعني وحش أفريقيا أقول أفريقيا تاريخ النادي الأهلي لا يقارن أبدا أبدا بسانداونز صح ولا؟ كل ده تاريخ طبعا كل ده إيه؟ تاريخ يعني منفعش أصلا مصادوز يخش مع الأهلي أصلا في مقارن في مقارنة في مقارنة فرق وغدة بطور التأفريك في التاريخ أه فرق وغدة بطورة مع يا بولاوس Moh Clinical في التاريخ ما ننفعش أبدا أبدا إنما لما بنكلم في 90 دقيقة لا يحصل ويحصل من فرق أهلي كمان من نادي الأهلي يعني صندوز متفقين أن فرق كبيرة يعني فرقة كدرات لعيبة كدرات لعيبة فرقة كبيرة ممكن مبتاخدش بطولات لان هي خ 위해서 لك في فرقة بتعمل أداء كويس جدا طرفش تاخد بطولہ منهم صندوت كفرقة الناس كانت كلها تلتيم اسقائل صندوت لو مش حسن من الاهل هو مشتريك حسن من النادي الاهلي ولا عمره هي بقحسن من النادي الاهل اقولك على حاجة ممكن النادي الحسن بيقajoد بطولة بكل الظروف اللي احنا بديتаксимلا فيها دي وبكل المساوئ اللي احنا شوفناها في الباريح في المباراة الناد لايهة ممكن ياخد البطولة طبعا هي مش في ادل اهلي في حالة طبعا أن المريخ يتعادل مايكسبش سور الهلال يتعادل مع الصندونس ممكن الاهل ياخد البطولة وده وصل كويس جدا لكل الناس فأي دور من الادوار اللي جايه أو ممكن ياخد البطولة.itt من صندونس نفسه فاللي أنا عزا أقول لك يتلعب يعني الاهل لو لاحب صندونس تاني يكسبها أه وارد جدا وارد جدا بيحصل ju楷 أحد الأهلي يبقالوا ثلاث سنين على فكرة بقالوا ثلاث سنين بيجي في قرعته دايما مين وبيخرجوا سواء في دور مجموعات ما بيخسرش منه ويتعادلت السنة اللي فات لوفي حبات في تعادل واحد هناك وكسب عندنا أو تعادل عندنا برضو فنازل أقول لك إيه إن النادي الأهلي فريق مطولة الناس بس على بس أنا عايز ثقافة تتغير شوية بس في حتة إيه عشان ما ينبقش فيه عصبية لازم فيه يعني حيث تتقبل الهزيمة أنا بقولش أنا بقولش إن أنت لأ طبعا تموت عشان ما تخسرش وتزعل بس لما تحصل النتيجة عايز بفيه هدوء شوية ما يبقاش فيه ما نكسرش في كل